السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي اخواني الله يعطيكم ألف عارفة وتحليل البيتكوين مبدئيا احنا اخذنا ربحنا هوني قبل شوي هلا السوق ما لابنزل قد لا يعني لك شي هذا لانه يعني الحركة تعتنا كلها يمكن تسير خلال نصف صيعة ونغير رأينا ونرجع نشتري قد الكلام هذا اللي حكيت الان ما يكونوا فاينة بالنسبة لك لكن الكلام اللي حكوين مفيد جدا بالنسبة لك اللي هو الكلام اللي حكيناه قبل يومين ثلاثة واللي هو السوق بالمناطق هاي هون الحقيقة تذكروا هون علشترو بناء سلاح السري أو من السلاح السري وهون يجينا قلنا لكم خذره بحكمه بعدين نشاهد السوق بطلع وبطلع ايه هون ضرب فلاشا لنا السوق مش مفروض كان يطلع حسب التصور مش مفروض يطلع ما يمكن غلطة مش مركزين بس حطينا النقطة هاي بعين الاعتبار في عنا قوانين احنا القوانين هاي إذا السوق فعلا فعلا السوق في مسار هذا مش مفروض انه يتجاوز هاي شايفين هالعب أشر عليها مش مفروض لأنها عماله بطلع لا نشبعون ها في اشي غلط ضلقنا ساكتين 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 على الموضوع واجينا هون قلنا بنعمل انه يكون الأرقام اللي شفناها هاي حالة نوع من الضوضاء وشو اسمه قلنا هون بيعوا شايفين اللفل ساني قلنا بيعوا او بالاحرة هون قلنا بيعوا طلع السوق علينا شوي في اشي غلط المهم نزل اللي عندنا وفرجانا الربح وبلش يطلع طلع هاي طبعا صارت ساعة 11-12 بالليل طبعا هاي صارت على ظروف مش مفروض يطلع فيها اذا فعلا نسوا بنفسوا ان الـ لا تهمين علي فاولت احق قد نكون عنا نغير تغير اتجاه على مدى ايام و اشهر ماذا تغير اتجاه على مدى ايام و اشهر هذه الحركة من سبعة تلاف لستين الف تريند اتجاه الحركة من ستين الف تلاتين الف تريند اتجاه كل مكان يخرج السوق يرجع الاتجاه البريند كل مصير كوركشن السوق يخرج الاتجاه البريند في هذه المناطق كان عم بعطي اشارات سلبية الاشارات اللي بلش يعطينا اياها هون اشبه بالاشارات اللي كان بعطينا اياها هون ولكن بالشكل المعاكس فهلأساس هذا طلعت وحكيت لكم أنه فيه إشي كبير عبسير لو تروح على التليجرام وقال لكم يا إخوان فيه إشي خطير كتير عبسير كتير كان سوق تقريبا على 32 ألف وقتي هم رجعوا للتليجرام بلا أرجع لكم أنا لكم أرجعكم هي التليجرام برجع لكم نوقف التسجيل ونرجعكم يلا تأخذي 7 Bro تنكفح تأخذي تأخذي جهة تأخذي الأمر تصور مناطق الشرح بإذن الله باعت قبل القليل باعت قبل القليل شباب شباب اللحظة التشجيل هذا أن الوضع سوف يقلب بشكل خطير ما يعني خطير؟ هناك شيء جديد يتغير ما الذي كنا نتحدث عنه أن السوق في مصار هذا هناك شيء خطير تغير للنهج الذي كنا نتحدث عنه قبل كنا نحكي لكم خطوطين لتحد وخطوة لفوق ترين داون كل ما يحدث عنه خطوة لفوق ترين داون فلما أقول لك أن الوضع خطير هناك تغير للنظرة والتفكير والمسار الذي نتحدث عنه والنهج الذي نتحدث عنه عمد الأشهر السابقة أقول لك الوضع خطير هناك شيء تغير ترين داون فوق 3300 فكل داون فوق 3300 في الاتجاه يصبح خطير الأعلى انظروا أن هذا فوق 3300 انظروا فوق 3300 وبدأ لبداع فوق 3300 فوق هاي سيصير الوضع خفيف ثانيا نشوف شو صار هيك الصورة الثانية نشوف كيف بلش يسحب بعدها نشوف كيف احنا هون ادهيس الوضع خفيف قلنا ممكن يكون ركشة بسيطة لتحبس بعدها الاتجاه العام على ما بدعوكم انكم تتابعوا التليجرام بتاعي هاي قناة التليجرام يا اخوان اللي مشاعد بتضلكم السؤول عن قناة التليجرام بتلاقوها بالوصف هاي القناة بتاعت التليجرام هاي قناة التليجرام اذكروا ودوروا على هاي توصيات فادي أبدوين بيتكوين اكتب توصيات مجانية على بيتكوين من فادي نبست كيف يدد هلأ مبدئيا شايف انه هاي ممكن تكون منطقة شوي توبش منرجع منزل نتصور بها المناطق اذا رجعنا عند الخط هذا بانرجع بين السوق الاتجاه العام على المدى الطويل طويل يعني كي سبوع سبوعين لفوق بشرط ستقول لي افادي عم تتشرط لا يا اخي مش عم تتشرط بس ركزوا معي قد الأمور تتغير أنا مش ياكي أنها ستتغير بسهولة لأنه عادة الأمور اللي قلت لكم عنها أن الوضع قلب خطير لما بيقلب خطير ما بيقلب خطير كل 24 ساعة عادة هاي الشغلات لما أجهي لكم وضع قلب خطير معنا عادة فيه تغيروا بالتريند تغيروا بالتريند يعني بقعد له أشهر تريند عشان تغير من أبورد إلى داونورد تقعد لها أشهر ويبقى بالاتجاه تها سواء كان داونورد أو أبورد فإحنا هلا بأبورد تريند بمساح صاعد فتوقع أنه يظل له أشهر لكن لكن لا يمنع ذلك لا يمنع ذلك إنه إنه المراعين يطلب أخبار ثانية وين كنت أشك إنه يسوه هالأشي هلا لكن نظلنا متقهبين طيب إحنا رضعنا السوق طالع أو مش طالع شوفوا يا أخوان السوق 70-80% طالع لكن إذا كسرنا معينة تستمر بالمسار الصعد تفكير في هاي اللبلس هاي اللبلس هاي اللبلس هاي هاي هون قمة هاي هاي البحرين ألف ومتين إذا كسرناها تستمر تحكي ما صار صعد ما كسرناها قد أولاد الحرام يطلعوا بتصريحات أخرى ويقلبوا السوق لتحت مرة تانية نحن متفقين أنه هذا السوق مسكين وعصابات 98% من ثروة البيتكوين بأيدي ناس لا تمثل أكثر من 2% من الحسابات انتم معين؟ تصوروا 2% من البشر أو 2% من العنوين اللي بيمتلكها البشر تحمل 98% من ثروة البيتكوين انتم يا إخوان قاعدين بتصارعوا ناس قدكم على 10 مرات لم يمكن تغلبوهم هذول إلا إذا عرفتوا ما نواياهم وهذا صعب جدا أنا اللي بحاول اني أشوف نواياهم عن طريق خاصة فينا وهي سرية ولا يمكن أن أفصحناها لأنه لو أفصحنا عنها انتهت رح تفقد فعليتها رح تفقد فعليتها اذهب عن الماركت افشينسي ثيوري ادخل على جوجل اكتب ماركت افشينسي ثيوري رح تفهم شو أصد بالكلام كفاءة السوق ابحث فيه على مهم أنا بشكل عام بوليش متفالع السوق لكني يزداد تفاؤلي فوق المستويات هاي تحت الواحدة أربعين ألف ومئتين بضلني أحضر ألعب بحدا مديني على الأخبار بسمع بشام بشوف شو الوضع فوق الليبلز هاي هتعطينا بكوش للتلاتة أربعين أربعة أربعين خمس واربعين ومالله متابعين شباب السؤاد ما فيه مجال إلا متابعة فيش مجال إلا متابعة الحمد لله بفضل الله احنا عادينا متطور احنا اليوم مش زي قبل شهر قسما بالله مش زي قبل شهر العلم اللي عنا إياه اليوم مش زي قبل شهر أنا شغلت البحث وأنا مش أي شخص والحمد لله و... كنتيش عايز وزي بس أل الدكتور موفق حجل هو عالم الرضيات العربي المعروف اللي كان درس بجامعة كويس الـ 89 اسألوا عن فادي عبدو ومتنكون ناسيني بس أكيد هو متذكر اللي سوا معي نكمل التحليل فاللي بحكي قام لازم تابعوا معين Pumpkin لازم تتابعوا معين وش خل لأنو ممكن غير رائي ممكن غير رائي أنا هون تذكروا من هون بلشتعلكم هذا سوق هوبط طلع مرات يقمن هنا آن هذا هوبط هذا هوبط ضليتن للكم هبط 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 طلع شوي قلنا خد ربحكو قلنا روحو شورت قلنا ااكس كل اشي ولفوق المناطق هاي وبلش يطلع الخلاصة طب احنا يا فادي مبلداش نلحاك الخلاصة ضلكم امال 70-80% صعود اوك اذا عندك قدر انك تتابع تلحقني على التليجرام ما عندكش قدر انك تتابع خلاص ضلك شارع قد اغير رأي بعدين او قد تتغير بعض الامور الحيتان كيف دون يتحركوا احنا ما بنعرف هني بشوفوا مركزنا احنا ما بشوف مراكزهم قد يغيروا اتجاههم شوال عبدالباد الواء كل هالكلام انا برأيي كلام فاضي انت كمستثمر لديك حب 70% من ثروتك بشغلات امنة وثابتة اللي تضمن لك رزق وخير مستدام عمدى عشرات السنين من غير ما تدخلوا فيه رزق عالي احنا انت هون ممكن تحرق حالك بالشغل بالشغل اللي احنا ممكن تحرق حالك اول شي كتير بتشتغل مع شركات وساطة بتعطيكم تحرق عدوكم من رقم واحد سهل جدا انه يبيدكم بشغل ما يحط اكتب من 30% من ثروتك اللي حضتها بالاسواق المالية 70% بدا تكون استثمارات تابتة امنة وهاي تدرككم عليها اللي بيتام فيها تدرككم عليها وبتسووها مع بنوك سويسرية ليش عربية للأسف نفسي اقول انه في بنوك عربية او شركات استثمارية عربية كويسة مافي مافي السرب شو انه الحوكمة والهيئات التنظيمية عندنا نايمة او اذا مش نايمة في تضارب مصالح عندها هي نفسها اللي بتفعلها رواتبها هي الشركات اللي المنظمة تحتها هذول يمكن يخربوا بيتهم لانه رزق اذا خربوا بيت الشركات رح يأتلو حالهم تشتغلوا مع بنوك سويسرية شركات سويسرية بريطانية سينغافورية يابانية امريكية عربية ما تشتغلوا ما تضيعواتكم الحوكمة متعتها ضعيفة تشتغل مع عربية تأكد انه عندها ترخيص بأماكن ثاني تشتغل تحت الترخيص بالمكان الثاني ليس بالمكان العربي لانه فيش حد يحميك بالمنطقة العربية بحكي عن خبرة وعن لوعة فيش بالمنطقة العربية فيش حد يحميك وعشان هيك تلاقي الشركات بالمنطقة العربية بصير تتلاعب بالمثل بقولك اذا غاب القط لعب الفار برا القط دائما موجود فيش مجال الفار فيش مجال برجع و بحكي عن الشورتة قد مشتها شوي نزول هيك بنرجع باللم هون ان شاء الله بعدها لفوق يلا قد لك شباب وتوفيق و بداية موفقة قادرين اذن الله نساعدكم بس بنياكم انتوا تكونوا فليكسبل و مرنين و تحاولنا طريقة صحة و تحاولنا طريقة صحة و اي سؤال اي مساعدة جاهز و نحاول نلاقي اصحاب الاتمرات الصغيرة تحت الى 10 تلاف و تحت الى 50 ألف بسيطين و نحاول نلاقيهم بس ما اظن نلاقي اشي مريح حابب اي ساعدهم من الصغار المستثمرين لكن كل وجع الراس بيجي من الصغار المستثمرين و فيش منهم فاعدة كدخل ما دي اريد ما فيش منهم فاعدة لانه لا اشوفش اخبان البزنس هذا فيش منه فاعدة للشركات الوساطة و المدرأة للسفارة زبطهم يشتولوا بادا بوك زبطهم يشتولوا ضمير و امانة فيش منه فاعدة ها مش ربح تاحهم بسيط جدا ما بتجاوز واحد الاثنين بدمينة فلما يجيك واحد يحطلك 100 ألف دولار فالشركة تطلع منه حوالي 200 ألفين دولار حسنا يجيك واحد 10 ألف دولار ما تطلع منه 200 دولار ليس مستهلة ليس مستهلة ترفع تليفون و تتحكي معهم فالشركة تتحكي معهم فالشركة تتحكي معي فالشركة تتحكي معي عمبالغ صغيرة بتجهلهم غير ما بتجهلهم لانه البزنس موضل بالشغال عليه شغال على انه ينسب عليهم فتحطت عنده 2000 دولار بقدرة هذا بس يتحولوا لجيبه أو على الأقليل 50% فتحطت عنده 2000 دولار و تجيبه فتحكي معهم انه تتحكي معكم يعني الشغال بتكون مفيدة بالنسبة لهم انهم يتعاملوا معكم كسغال المستثمرين و يدخلوكم بالمتاهات لانه حربح من وراء انا بالنسبة ليس المحفظة مش كبيرة مش حتى تعني إلي شيء مش حتى تسكيلي في أي داخل فتلاقوني تتصلوا فيه ناس كثير وتلاقي المبرض عليهم مش تكبرا ولا شيء لكن والله حابة أساعدهم بس مش عارف كيف وجع الراس الناتج عن مجرد الحكي معهم أكبر بكتير من العواقق دي الممكن توصلنا فمش مستاهل بدي حاول ألاقي سلوشنز و إن شاء الله سلوشنز بس بدنا تتعاملكم معنا بردو نفس الوقت نفس الوقت إلي أن يفرج على الله ونصبح شركة كبيرة وعندي ستاف اللي يساعدني ومش بعيدة مش بعيدة احنا أهلا يا أخوان أنا كنتشغال وين؟ مع أكبر بنوك للدنيا مع أخوان حكام في منطقة الخريج العربي يعني مش بعيدة عن هذه الأشياء بس إن أطاعت فترة شغلت مع الوارد في قطلة غير تعرف لما أنت تبتعد عن مجال تاعك تبط الموظفي يصبح الناس يتطلع عليك بنظرة أنه إيش فيك؟ أكيد أنت إشي مش كويس عشان هيك ما اشتغلتش عن ناس مهمين أه أكيد لقوا فيك إشياء فبتهم بيبتعدوا عنك محنش بيش يقول آه والله هذا عنده صروف خاص وهذا عنده ما أحد ليك أنا أعلم هذا كله مش مهم يلا يا أتوك أنا فعرفي وكل عام تبخير وشو شو كان فيه؟ كان فيه عيد أبل فترة؟ آه عيد كل عام تبخير سي